من قبله في السيطرة أو في ممارسة الضغوطات على المحكمة الاتحادية من أجل عدم مصادقتها على قانون سنه البرلمان يقضي بعدم التمديد للرئاسات الثلاث إلا لدورتين هو يضغط وسبق له أن ضغط وفي كل مرة ضغط استجابت له المحكمة الاتحادية إذا ضفر بمسعاه هذه المرة وتمكن من عدم تصديق المحكمة الاتحادية على قانون الذي شرعه البرلمان من سيكون المنتصر هنا والله الخاسر الكبير سيكون الشعب العراقي والمالك سيهزم بالتأكيد حتى إذا صدر قرار من المحكمة الاتحادية وهذا يدلل الذهاب إلى المحكمة الاتحادية يدلل على عدم احترام مجلس النواب الذي قرر بالإجماع تقريبا 175 أو 178 صوت من مجموع 210 حدم التجديد والسماح لرئيس مجلس الوزراء بدورتين حالة حال رئيس الجمهورية واللي هذه مادة دستورية بالمناسبة أنه ما لرئيس المجلس الوزراء ما لرئيس الجمهورية نطبق على رئيس مجلس الوزراء لكنهم يقولون بعدم دستوريتها حتى إذا افترضنا لا هي دستورية هي موجودة مادة بالدستورية بس حتى إذا افترضنا مدستورية مجلس النواب هو المجلس المخول أن ينظر بهذه الأمور ومجلس النواب قال كلمت بوضوح فحتى أدبيا واحتراما لقرار مجلس النواب اللي هو قرار يفترض الشعب العراقي ما يطلب إلى إلغاء الدور هذا وخلاص يسلم السلطة إلى من يليه مثل ما سويت أنا مثل ما سوى غيرنا يعني ما بها يعني هو الديمقراطية هو الانتقال السلمي للسلطة هاي من عناوين الديمقراطية الرئيسية يعني ما تمسك بالسلطة يقال إن الرجل قال من انطيها هذا هذا معناها وبطريقة ديمقراطية هذا هذا حتى إن اليوم في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تجد كثير من الصور التي يستخدمها العراقيون تشير إلى أن الرجل يقول ما ننطيها يجوز ما ينطيها بس بالنتيجة ما أعتقد رايح يقدر يوقف بوجه الشعب العراقي فيما خص هذا الجانب دكتور الحقيقة يقال إن الرجل اليوم حول موارد الحكومة إلى نوع من المكرمات لجهة التعيين وإلى آخره ميزة العراقي للأسف لا يعتبر إن تعيينه أو تعيينه هو حق له وإنما يتوقع أن الحكومة تكرمت عليه وبالتالي يصبح هو وكأن رقبته يمسك بها رئيس الحكومة ويصبح ما يشبه يشعر بالدين الثقيل عليه لأن السيد رئيس الوزراء نور البالكي عينه من هنا لم تعد المرجعية تمتلك نفس القوة على المواطنين لم تعد القوة السياسية الأخرى تمتلك نفس القوة التي يمتلكها المالكي من الذي يضمن أن المالكي سيكون هذه المرة قابلاً بأي توجه من قبل التحالف الوطني الذي سماه لرئاسة الوزراء في حال تسمية بديل عنه ما أعرف إذا يقبل أو ما يقبل هذا شيء راجع للتحالف وراجع للطوة السياسية العراقية بس اللي أقدر أقوله أن الأمور ماشية بالتجاه عام بالعراق لرفض الاستحوات بالقرار ولرفض الهيمن على السلطة والاستمرار بالسلطة ولا صمح الله التمسك الأعمى بهذه المراكز المختلفة قد يقود إلى انفجار سياسي كبير في البلد اللي هو أساساً متفجر الآن فمن عندنا هو السيد المالكي علينا أن نتحرك بما تملي علينا ضمائرنا في دعم العراق والشعب العراقي ومسيرة الشعب العراقي لبناء دولة المدنية بغض النظر عن من يكون صاحب القرار احنا تنازلنا له مقابل شراكة وطنية اللي ما نفذها وإنما رادل التنازل وتنازلنا وبضغط طبعا ويعود من الولايات المتحدة الأمريكية وبضغط إيراني لكن لم ينفذ أي شيء المكرومات وتوزيع مكرومات هذا هم شيء قصير النفس ينفع مع فلان لا ينفع مع فلان واسلوب استعمل من قبل كثير من الحكام بالسابق وما نجح يعني هو ما سينجح هو احترامه للقوى السياسية واحترامه للشعب العراقي واحترامه لقرارات مجلس النواب أنا أذكر يعني من صار اجتماع في مجلس الحكم الانتخابي الانتخاب رئيس وزراء وانتخبوني قلت لهم له شخص من عضاء مجلس الحكم رافض أنا ما أصير ما أقبل أصير رئيس الوزراء وحين ذاك كانت رئاسة الوزارة سلطة الشريعية وتنفيذية وصار التصويت بالإجمع بحضور الممتحدة وبحضور الآخرين فمن أكو رفض لرئيس وزراء ورئيس مجلس وزراء من أجزاء مهمة صوتت في مجلس النواب 170 أو 178 صوت من 210 على أن لا تجدد مرة ثالثة المفروض هذا يحترام الرأي والمفروض يترك الأمر أي رئيس وزراء كان المالكي أو غيره من الأشخاص هذا حين ذاك سيخلد اسمه يعني التاريخ من يكتب راح يكتب من سلم السلطة من فعلا حاول أن يبني دولة مدنية ومن حاول الاستثار بالسلطة وتعرف كنا احنا سائرين إلى الزوال ما يبقى بس الاسم وما حقق الإنسان في حياته لهذا أنا أعتقد السلوكية الآن السلوكية لا تصب في مصلحة العراق السلوكية أدت إلى قيام دولة فاشلة بانتياز العان وهذه الدولة الفاشلة هي بسبب سلوكية الحكومة الحكومة الحالية ورئيسها يعني وإن كان الوقت أدركنا للأسف دكتور أشرت إلى جانب مهم في جوهره لإنساني حقيقة ألا وهي إشارتك إلى أننا كلنا زائلون ويجب أن نترك الأثر الحسن بشكل عام مع كل الاحترام حقيقة لكثير من الشخصيات النظيفة ولكن بشكل عام كل من جاء إلى السلطة بعد 2003 حقيقة كان من النوع الذي لا يسأل هذا السؤال جاءوا من أسفل السلم الاجتماعي في الوجاهة وفي الجاهة ليصبحوا في أقصى أقصاه في فترة قصيرة يتعاملون مع الناس باحتقار دونه أي احتقار هذا السؤال إلى أننا زائلون كيف تحول هؤلاء الناس إلى هذه السطوة من الذي انتزع من قلوبهم الرحمة من الذي انتزع من أرواحهم المبادئ الإيمان الأساسية فيما هم طبعا كلهم يتحدثون باسم الله وباسم الدين وباسم الحق وباسم المذهب وباسم الأئمة إلى آخر من هذه التسميات ما الذي جعلنا نوصل إلى هذه الثنائية القاسية عراقيون بين مطرقة الإرهاب الذي لا يرحم وسندان الفساد الذي لا يرحم أيضا دولة العراق الإسلامية تفتك يوميا بمئات العراقيين الأبرياء وهم أن تلقيه يصلي ويصوم ويحشي باسم الله سبحانه وتعالى الميليشيات المسلحة التي عاودت الآن وجودها وظهورها بالواقع العراقي أيضا تلقيهم عادة هيصومون ويصلون ويذكرون اسم الله لكن يمارسون أبشع الجرائم بحق العراقيين والشعب العراقي لهذا لم يعد الدين الإمام علي عليه السلام قال ذولا الدين لا يكون على السنتين يعني الدين يحشون به هو ما يقصدون الدين هم ما يقصدون المصالح الخاصة ليش فشلة التجربة أنا اتحدثت لك في بداية حديثنا وين وصلنا ويا ريت هذا مو من باب المفاضلة أنا شخصيا من أتأخر تشكيل الحكومة بعد الانتخابات اللي أنا أشرفت عليها واللي كانت انتخابات نزيها بامتياز وارفضت أدخل في أي تكتل طائفي وعرض علي هذا الأمور ألم يراودك؟ أبدا نفس نفس شعور سيد المالكي بننطيها؟ ولا لحظة أقول لك شيء يمكن قد تستغرب عليه أكان بإمكانك أن تبقى في السلطة؟ طبعا أكيد كان بإمكاني بكل سهولة كان بإمكاني تعرف أنا استعجلتهم وبوقتها طلبت من الأخوة في قادة التحالف الاتلاف الوطني كان يسمي ومن رحمة الله علي سيد أبو عمار أنه يا أخي استعجله بتشكيل الحكومة وهي ورد ثلاثة أربعة شهر يعني بعدني رئيس وزراء وانتخابات تنتهي وهم مفايزين وإذا ما رح تستعجله أنت رح أروح للبيت أقعد بس أعالج القضايا المهمة بالعراق وأذيع بيان للشعب العراق أنه ما رح تقدر نسوي الوزارة فمسألة التمسك بالسلطة ما جئنا إحنا أساسا محد من عدنا يفترض أن يفكر هو رح يصير رئيس وزراء ووزير بقدر ما يفكر أنه رح يبني لعراق يعيش بي حياة حادلة وحياة مريحة الجزء المتبك القصير جدا دكتور عفو دقيقة ودقيقة وأكثر من ذلك لك في أن توجه رسالة للعراقيين كيف علينا أن نبدأ إذا كان الوضع سيء كيف علينا أن نبدأ خطوات التغيير والله خطوات التغيير هو أولا بالتراجع عن طرح أي مشروع طائفي سياسي بوحدة المجتمع العراقي ووحدة العراقيين والعمل على أن تقوم دولة مدنية في العراق دولة تكون لكل العراقيين ومن كل العراقيين وأن تمارس الديمقراطية بشكل حقيقي وأن لا يكون هناك استحواذ وأن تتحقق شراكة وطنية ناجزة من الآن لحين أن تتحقق الديمقراطية الناجزة في العراق هذا هو طبعا تمنياتي ودعائي إلى العراقيين أن يلتزموا بهذا الموقف وما يعيشه العراقيون الآن من قمع وضرب وقهر وقتل وذبح إن شاء الله ستكون عابرة بإذن الله تعالى وبالتأكيد سينتصر الشعب العراقي في النهاية وسيكون عنصرا هاما في استقرار المنطقة وسلامته لكن علينا بالتماسك وعلينا برفض الصياغات المفروضة علينا وعلينا أن نتمسك بوحدتنا سواء أن كنا مسيحيين أو مسلمين سنة أو شيعة أكراد أو عرب أو صابئة أو تركمان وهذا هو العلاج الوحيد لأوضاع العراق وبإذن الله تعالى هذا يتحقق إن شاء الله إن شاء الله عزيزينا المشاهدين إلى هنا تأتي نهاية هذه الحلقة الخاصة من برنامج واجه التغيير وفيها واجهنا سيد زعيم اتلاف العراقية الدكتور أياد علاوي شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا جدا شكرا لحسن المتابعة اشتركوا في القناة